في خبرنا الأخير توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائما أحيانا مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية نهارا يصبح رطبا ليلا وصباحا الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأترب وحركة الرياح شمالية غربية سرعتها بين 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم في الساعة أما الموج فيكون في الخليج العربي وبحر عمان متوسطا يضطرب أحيانا مع السحب